موسيقى وزيرة الطاقة تؤكد ملء خزانات الغاز لموسم الشتاء انتقادات حادة لرئيس محكمة اللجوء بعد تسببه بأضرار بالغة وزيرة الاندماج في كندا لبحث التجربة والاستفادة من الخبرة معلمة لغة ألمانية تكشف عن كوارث أخلاقية بين اللاجئين اليافعين وزارة الصحة تعلن عن بدء التطعيم ضد الانفلونزا وارتفاع أعداد العاطلين عن العمل لأكثر من 320 ألف شخص مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أكدت وزيرة الطاقة والمناخ في النمسا ليانور جيفسلر أن مرافق تخزين الغاز في البلاد ممتلئة بنسبة 94% مما يضمن تأمين احتياجات المستهلكين خلال موسم التدفئة وأشارت جيفسلر إلى توفر 92 تيراوات ساعة من الغاز الطبيعي وهذه الكمية تفوق استهلاك النمسا في العام الماضي مؤكدة على أهمية سياسات ترشيد الطاقة رغم تراجع الاستهلاك العام الماضي مع التأكيد على أن سعة التخزين توفر وسادة أمان ضرورية للشتاء مما يعني أن موسم التدفئة الذي بدأ من أكتوبر يتسم بتأمين احتياجات المستهلكين يواجه مايكل ساكس القائم بالإدارة المؤقتة لمحكمة اللجوء في النمسا انتقادات حادة بسبب قراراته الخاطئة والتي تكلف الكثير على الصعيد المالي والنفسي وكشفت منظمة أسول كورديناتسيون عن ابتخاذ ساكس قرارات خاطئة أدت إلى تقديم مطالبات تعويض ضد الحكومة في تسع حالات على الأقل خلال الأعوام 2020 و2021 وتشير تحليلات المنظمة إلى نسبة أخطاء بحوالي 12% في قراراته في قضايا اللجوء مقارنة بحوالي 3% لجميع القضاة الآخرين ويرفض حزب الخضر تعين ساكس رئيساً للمحكمة بسبب ضعف مؤهلاته وقربه من حزب الشعب الحاكم بدأت سوزانا راب وزيرة الاندماج والأسرة في النمسا زيارة رسمية إلى كندا لمدة ثلاثة أيام وذلك لتعزيز سياسات الهجرة وتفعيل عمليات الاندماج وتهدف الزيارة إلى استكشاف الخبرات الكندية في دمج المهاجرين ودعم الهجرة المنظمة وأكدت راب على نجاح نموذج الهجرة الكندي لذلك تريد تبادل التجارب لتحسين استراتيجيات النمسا في هذا السياق وأشددت الوزيرة على نجاح كندا في استقبال العمالة المهاجرة منذ الستينيات حيث تم النظر في المهارات اللغوية والمؤهلات المهنية والعمر والعلاقات العائلية والوعود الوظيفية في المجتمع الكندي كشفت معلمة للغة الألمانية في النمسا السفلة عن التحديات التي تواجهها أثناء تقديم دورات اللغة للاجئين من جنسيات متعددة وبينت المعلمة أن الصراعات العرقية والتحرش الجنسي ورفض الالتزام كأبرز التحديات بسبب النظام الذي وضعه وزير التعليم السابق هانز فاسمن وفي نفس الوقت لا يوجد رادع كاف مشيرة إلى أن البنات المحجبات يتغيبن لما يقوم الشبان السوريون والأفغان بالتحرش الجنسي إضافة إلى أن اللاجئين من أوكرانيا لا يستطيعون التحدث بكلمة ألمانية بعد عام كامل من التعليم بدأ اليوم برنامج التطعيم ضد الإنفلونزا في النمسا حيث يمكن للأفراد في فيينا الحصول على لقاح الإنفلونزا من الأطباء العامين وفي مراكز الرعاية التابعة للتأمين الصحي وينظم التطعيم وفقاً للخطة النمساوية في نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر ويقدم هذا العام بتكلفة قدرها 7 يورو باستثناء المعفيين من دفع ثمن الدواء وتشجيع وزارة الصحة على تلقي التطعيم خاصة للفئات المعرضة للبخاطر ولمن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً ومشيرة أيضاً إلى أهمية التطعيم المشترك ضد كوفيد-19 والإنفلونزا شهدت النمسا في سبتمبر زيادة في معدلات البطالة حيث بلغ عدد الأشخاص المسجلين كعاطرين عن العمل أو في التدريب أكثر من 320 ألف شخص بارتفاع قدره 4.8% مقارنة بالعام السابق ويظهر هذا الاتجاه السلبي منذ أبريل وعلى الرغم من ذلك يبقى عدد البطالة أقل بـ 13 ألف شخص مقارنة بعام 2019 وأشارت وزارة العمل والاقتصاد إلى أن عدد العاملين وصل لأربع ملايين شخص في سبتمبر مسجلاً زيادة بقدر 35 ألف شخص مقارنة بالعام السابق وزاد معدل البطالة في نهاية سبتمبر 5.9% مما يشير إلى زيادة بنسبة 0.2% كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق إنفو جرات على هواتفكم كنت معكم أنا قتيب اللحام أمسي سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة